بيبدأ الفيلم في اليابان سنة 1987 وبنشوف المعلم جوكن وتلاميذ وريو وكن وهما بيتدربوا على أسلوب القتالي المميز جدا وبنشوف قد إين الأسلوب الخاص بالمعلم والتلاميذ قوي جدا وبعد ما بيخلصوا تمرين بيرجعوا للمدرسة مرة تانية علشان يستريحوا بس المعلم بيطلب منهم يروح يكملوا تدريباتهم ولما يخلصوا يروحوا يتأملوا عند النهر وبنعرف إن بقالهم 13 سنة وهما بيتدربوا مع المعلم جوكن وأول ما بيوصلوا للنهر بيكملوا تدريباتهم وبيقابلوا الصياد العجوز اللي بيرحب بيهم دايما وساعة هكين بيتكلم مع ريو وكان مددق جدا علشان المعلم مش موافق يدربهم على أسلوب الهادو المميت وبيقولوا إن هما كل يوم بيعملوا نفس الحاجة وكان بيفكر يسيبوا المعلم ويرجع لأمريكا علشان يشوف أهله بس ريو بيطلب منه إن يفكر في قراره كويس قبل ما ينفزه لإن المعلم بمثابة الأب بالنسبة لهم ومش من الساهل يسيبه ويمشي ومن الكلام بنعرف إن ريو ياتيم وما يعرفش أي حد في حياته غير المعلم والمدرسة اللي هما فيها وبيطلب ريو من كين إنهم يروح عند النهر للتأمل وهو يبقى يكلم المعلم علشان يعلمهم أسلوب الهادو وبنرجع للزمن لسنة 1979 وبنشوف المدرب جوكن وهو بيمرد ريو وهنا بيوصل صديق المعلم العزيز أبو كين وبيعرفوا إن أم كين توفت ومن ساعتها وكين حالته النفسية سيئة جدا وبيعمل مشاكل كتير وبيطلب من المعلم إنه يدرب كين علشان يفرخ طاقة الغضب اللي هو منه في الأول كين وريو تغنقوا مع بعض بس بعد فترة اللي اتنين كونوا صداقة كبيرة وأصبحوا أكتر من الإخوات وأول ما اللي اتنين بيوصلوا لمدرسة الفنون القتالية ريو بيطلب من المعلم إن يعلمهم أسلوب الهادو وعرفوا إن هما جاهزين علشان ينتقلوا للمستوى القتالي الثاني في الأول بدأ المعلم يسألهم عن قوتهم الداخلية ولما جاوبوا المعلم عرفوا من هما دلوقتي أصبحوا مستعدين وبيطلب منهم يستنوا في المدرسة وهو هيدخل لهم وبالفعل الاتنين بيستنوا المعلم لساعات طويلة والمعلم مش بيوصل فكان فكر إن المعلم خداعهم وعرف ريو إن كذب عليهم بس بعديها ريو بيشوف خريطة بالصدفة واكتشفوا إنهم لازم يروحوا لمكان سري في الغابة علشان يبدأوا التدريب على أسلوب الهادو المميت ولما سألوا مساعد المعلم عن العربية عرفوا من المعلم أخدها ومشى فاستعد الاتنين وكرروا يروحوا للمكان على رجليهم وانطلقوا في رحلتهم لأيام طويلة في الغابة لحد في النهاية ما وصلوا للمكان اللي موجود في الخريطة ولما دخلوا لقوا المعلم مستنيهم وعرفوا من دا المكان اللي اتدرب فيه زمان وتاني يوم بيدخل المعلم علشان يصحيهم وبيطلب منهم يقدموا الاحترام للمعلم سوكي اللي كان مسؤول عن تدريبه زمان ولما ريه وسألوا المعلم مات إزاي عرفوا انه مات في كتال وحس بحزن جديد ومشى من المكان بعد شوية كين فضل يدور على المعلم بس ساعتها اتفاجئ بغرفة مقفولة فافضلوا خليه افتحها واول ما دخل شاف مجموعة من الصور للمعلم لما كان بيتدربه هو شاب وكمان بيلاقي كتاب سري عن تعليم اسلوب الهادو المميت بس اول ما ريه دخل عليه خب الكتاب بسرعة وقال لي ريه انهم لازم يخرجوا من القوضة علشان دي الغرفة الخاصة بالمعلم وساعتها شافوا صورة ليه وهو صغير واكتشفوا ان المعلم كان عنده اخ صغير بس ما قالهمش اي حاجة عنه قبل كده وبعد شوية المعلم بدأ يعرفهم اسرار اسلوب الهادو وعرفهم انه علشان يخرج الاسلوب ده بشكل صحيح بيحتاج لطاقة الكي في عضلات القدم ولازم يمرروا قوة الكي بشكل منفصل علشان يوجه لك مكوية جدا قدر على تدمير الخصم في الكتال بس في البداية لازم يتعلموا اسلوب الشريوك الاول علشان يقوي عضلات الايد والرجل علشان يدمروا اي حاجة تقف في طريقهم واول ما بيبدأوا يتمرنوا بيواجهوا صعوبة كبيرة في تنفيذ الاسلوب الكتالي ولما سألوا المعلم ازاي هو بيقوم بيها بسهولة قالهم ان فيه مثل صيني قديم بيقول ان فيه طرق كتير توصل لكمة الجبل وهنا الاتنين فهموا ان كل واحد بيلاقي اسلوب خاص به علشان يوصل لاسلوب الهادو وهنا بيفتكر المعلم زمان لما كان مدربه بيعلمه على اسلوب الهادو بس بعديها بيطلب منهم انهم يتأملوا عن بشلال قريب من هنا ويكملوا تدريباتهم بكرة وتاني يوم بيطلب المعلم منهم انهم ينسوا صداقتهم ويواجهوا بعض اكنهم اعداء وبيأمرهم يبدأوا الكتال وبيبدأ الكتال بينهم وكان الاتنين مستواهم عالي جدا والاتنين كانوا متعدلين في الاول بس بعد شوية بدأ كين يتمكن من ريو وقدر في النهاية ان يهزموا بضربة قوية جدا وهنا وقف المعلم الكتال وحيا كين على فوزه وعرف ريو ان في الاول قدر يسيب كين بدربات قوية بس بسبب عدم تركيزه قدر كين انه يتمكن منه ويهزمه وبعد ما خلصوا المعلم اظهر تقنية سرية في اسلوب الهادو اسمها ضربة الادو كين وبيعرفهم ان دي مجرد البداية لان الاسلوب ده قوي جدا وبنرجع لسنة 1956 لما كان المدرب بيدرب جو كين واخوه على الكتال وبعدها بيحذرهم ان تقنية الهادو المظلمة ممنوع انهم يتدربوا عليها اطلاقا لان نتاج بتاعتها قاتلة وحذر اخوه بالاخص انه يستخدمها وقاله ساعتها تبقى خيانة بالنسباله وعرفهم ان اخوه والمنافس الوحيد ليه بقى شخص مجنوم من سوء استخدام الهادو وامرهم انهم لازم يطهروا الكيء الخاص بيهم بعد استخدام الهادو عن طريق التأمل بنرجع لريو كين اللي اتحمسوا جدا اول ما شافوا اسلوب الهادو وبدأوا يتمرنوا بشدة طول اليوم بس في النهاية فشلوا انهم ينفزوا اسلوب الهادو يفهمهم ازاي يخرجوا طاقة الكيء علشان اسلوب قبضة الهادو وبدأ ريو بتنفيذ تعليمات مدربه وقدر ان يستجمع طاقة القبضة بس علشان كين فشل في البداية قرر ان يستعين بالكتاب اللي سرقوا من قوضة المعلم لحد ما استجمع جزء كبير من طاقته بنجاح بس ساعتها المعلم حاس بحاجة غريبة ونده على كين بسرعة وسألوا عن الاسلوب ده تعلموا فين في البداية كين كتب على المعلم بس المعلم اصروا ان يقولوا الحقيقة فاضطر كين انه يقولوا على الحقيقة ودالوا الكتاب اللي لقاه وهنا المعلم عرفوا ان الكتاب ده ممنوع نهائي انه يستخدمه علشان الاسلوب اللي فيه ممكن يتمكن منه ويحطه في طرق مظلمة مش ممكن يتخيلها وطلب منه ما يعرفش حاجة ريو وساعتها كين اعتذر للمعلم وسابه ومشى ساعتها جو كين افتقر ايام زمان لما شاف اخوه مرة بيسرق من كتب المعلم بتاعهم اساليب الكتال الممنوعة وساعتها طلب منه يوقف اللي بيعمله علشان كده قرر يسرق الاساليب القوية بنفسه وساعتها قرر المعلم انه يحرق الكتاب ده علشان ما يقعش في ايد اي شخص تاني ولما بيجي الليل بيقعد المعلم مع تلاميزه وبيبدأ يحكي لهم قصة حياته وعرفهم ان والده كان صديق المعلم جوتيتسو وكمان امه توفد بسبب الحرب وعلشان كده اول ما المعلم جوتيتسو رجع من الحرب قرر انه يعلم اسلوب الدوجو لجو كين واخوه واستمر في تدريبهم لسنين لحد ما اصبحوا مقتلين اقوياء جدا وفي النهاية امرهم المدرب انهم يروحوا يناموا علشان يبدأوا تدريباتهم الصبح بس بالليل بنشوف ريو اللي كان بيحلم بكابوس ان في حد عاوز يخلص عليه بس كين صحاو قاله يغير هدومه علشان يروحوا للمدينة شوية وعلى الرغم انهم روحوا فعلا للحانة بس ريو كان متضايق علشان خرجوا من غير ما يستأذنوا المعلم بتاعهم بس كين هداو قاله انهم مش يتأخروا وهيرجعوا على طول وبعد شوية بيكتشف ريو بالصدفة حلبة كتال غير شرعية وكرر انهم يتفرجوا بس مدير الحلبة عرض عليهم مبلغ كبير مقابل كل كتال يدخلوه بس كين فاهموا انهم يتفرجوا بس ومش عاوزين يقتلوا واول ما دخلوا وبدأوا يتفرجوا واحد من اللي واقفين استهزق بريو وكين وراهنهم انهم يتحدوا زميلو فكين طلب من ريو ان يقبل التحدي علشان يدفع عن كرامتهم فبيوافق ريو ومن البداية بيقدر انه يهزم المقاتل بكل سهولة وكمان قادر يهزم اي حد كان بيتحداه في الكتال وفضل طول الليل يشربوا ويتحقوا على اللي حصل معاهم وتاني يوم كين اتفاجئ ان والده موجود في المدرسة وده علشان ياخدوا ويرجعوا لبيتهم مرة تانية بس كين رفض وهنا طلب منهم المعلم انهم يتكلموا مع بعض على انفراد اما ريو كان زعلان جدا لان ممكن صديقه الوحيد يسيبه ويمشي بس بعد شوية كين راح لريو وفهمه ما يفضل معاه ومش يرجع لبيته لانه بالنسباله زي اخوه ومش يقدر يسيبه لهو ولا المعلم وعرفه كمان ان ابوه راجع يلعب ملاكمة تاني وعاوز يمرنهم على بعض الاساسيات وبالفعل بيبدأ والد كين يعلمهم اساسيات الملاكمة لانه كان ملاكم محترف وبدأ يعرفهم اسلوب سري في الكتال علشان يقدروا يدفعوا بيه عن نفسهم ومستواهم يعلى في الكتال اما المعلم بيفتكر اخوز صغير زمان وكان بيحاول يخرج طاقته الكاملة من الاسلوب اللي سرقه من المعلم ده غير ان جوكي كان بيغير من اخوك كبير لان سياكة بنت اخو المعلم كانت طول الوقت بتشجع جوكي وبتسيبه ولما جيه وقت الكتال ابتدوا الاتنين يهجموا على بعض بس جوكي كان متعصب جدا وده خل اخوه يتمكن منه وقدر يوجه له اكتر من ضربة قوية وفي النهاية قدر ان ينتصر عليه في الكتال واول ما ماشى المعلم جوكي فقد السيطرة على نفسه وكان هيستخدم اسلوب الهاذو المظلم ويقضي على اخوه بس جوكي انتفادت ضربة وهجم عليه وكان هيخلص عليه بنفسه بس سياكة دخلت في الوقت المناسب وقدرت تهدي جوكي ساعتها المعلم ندح على جوكي وطلب يتكلم معاه وعرفوا ان الطاقة المظلمة تحكمت فيه ولازم يصلح من نفسه ويعتذر لاخوه يا اما يتحول لمقاتل شرير مش هيقدر يسيطر على نفسه ساعتها جوكي تكلم مع المعلم وقال انه مخبي كل اسرار اسليب القتال القوية ورافض يعلمها لهم ولما الكلام اشتد بينهم دخل جوكي للمعلم وحاول يهديه بس ساعتها جوكي قرر ان يسيب المدرسة والمعلم وينطلق لوحده ولما حاول جوكي يهدي المعلم رافض بشدة وامر ان جوكي يسيب المدرسة ويمشي ولما جوكي حاول يهديه ويمنعه يمشي جوكي كان مصمم على رأيه وكرر انه يمشي ووعده انه هيبقى اقوى مقاتل محترف في العالم بنرجع لوقتنا الحاضر وهنا بيأمرهم المعلم انهم يواجهوا بعض بضربة الهادو اللي تعلموها وعلى الرغم انها ضربة مميتة وكين حاول يضرب ريو بس قوة كين كانت ضعيفة والضربة مش بتوصل اما ريو كان هيضرب كين لكن بيوقف في اخر لحظة علشان ما يقزيش صديقه كين ولما بيجي الليل ريو ما كانش عارف ينام بسبب الكوبيس اللي بيشوفها وكرر انه يتمشى في الغابة شوية وساعتها بيفتكر زمان لما الراجل العجوز لقاه تايح في الغابة واخده للمعلم جوكن وطلب منه يهتم به من دلوقتي علشان ما عندهوش حد يرعاه وقاله كمان ان الطفل ده جواه قوة داخلية كبيرة وساب المعلم وماشى ومن وقتها والمعلم مهتم بريو وبيعمله زي ابنه بالضبط ساعتها ريو استجمع كل قوته وقدر يكون ضربة الهادو المميتة بس المشكلة ان كين كان طلع له واخدت ضربة من ريو بالغلط وفقد الوعي فاخدوا ريو للمعلم بسرعة اللي قدر يفوقوا مرة تانية وانقذ حياته تاني يوم المعلم كان يبدأ يعلمهم ازاي يصدوا ضربة الهادو بس اثناء كلامهم المعلم بيحس بحاجة غريبة جدا في المكان وساعتها امر تلاميذه انهم يملوا مياه من عند النهر ويرجعوا بعدين وبعد شوية بيتفاجئ جوكين باخوه وهو موجود في المكان اللي كان شكله تغير جدا عن زمان بسبب استخدامه للطاقة المزلمة الموجودة جواه ومن كلامهم بنعرف ان جوكي راجع لاخوه علشان يتحداه علشان يثبت لنفسه انه اقوى محارب فنون كتالية في العالم وبنعرف كمان انه هو اللي قتل المعلم بتاعهم لما رجع مرة تانية واتحداه في الكتال وقدر يتغلب عليه بالقوة الشريرة اللي تمكنت منه وجوكي ساعتها تفاجئ ان جوكين عنده تلاميذ بيدربهم وطلب منه يتحداه في الكتال بس جوكين رفض وعرفه انه اقسم مش هيستعمل اسلوب الهادو في كتال مع اي شخص بس ساعتها جوكي هدده انه هيقتل تلاميذه الاول وبعدي هيخلص عليه فاضطر ساعتها المعلم انه يوافق يقتله بس طلب منه ما يبقاش النهاردة قال له يوم تاني علشان النهاردة مش مناسب وبعد ما جوكي ماشى افتكر زمان لما المعلم طرده من المدرسة وبنعرف انه استمر في المشي في الغابة وتسلق الجبال لحد ما وصل لكهف مهجور وكرر انه يبدأ فيه تدريب على فن الهادو وكمان بدأ يتعلم الاسلوب من الكتب اللي سرقها من المعلم جوتيتسو وبعد تدريبات كتير جدا قادر جوكي في النهاية انه يتحكم في الطاقة المظلمة اللي جواه وبقى عنده قوة كتالية رهيبة بس المشكلة انه اصبح مريض لان جسمه الضعيف مش متحمل الكوة الكبيرة بتاعت اسلوب الهادو علشان كده قرر انه يتمرن لمدة سنة كمان في الكهف على اقوى التدريبات علشان يقدر يستغل الطاقة دي باقصى قوتها واول ما نهى تدريباته وخرج مرة تانية شكله تغير بالكامل وبقى شخص املاك وكمان قدر انه يطورت ضربة الهادو المميتة وخليها اقوى بكتير وبعد ما نهى تدريباته بدأ يحرق الصور بتاعته وصور اخوه المعلم حتى صور سياكة وده علشان ما يخليش اي حاجة تفكره بالماضي ويخلي كله تركيزه في اسلوب الهادو المميت وبعد فترة بيشوف المعلم طاقة غريبة خارجة من وسط الغابة وحس بقوة جوكي المظلمة وهنا اتكلم مع جوكين وعرفه ان الطاقة المظلمة تحكمت فخوه واصبح شخص خطير جدا وعرفه انه يرجع للانتقام في يوم من الايام وكمان سلم كل الكتب الخاصة باسلوب الهادو وطلب منه انه يحافظ عليهم لانه ممكن يموت في المعركة ضد جوكي ولما جوكين طلب منه انه هو ليه قتله المعلم رفض وعرفه انه هو لسه ضعيف ومش هيقدر على مواجهته ولما بيجي الليل المعلم كان واقف مستعد للقتال لانه حس بوجود جوكي في المكان وبيظهر ساعتها جوكي اللي كان بان عليه ان القوة المظلمة قدرت تتحكم فيه بالكامل وهدد المعلم ان النهاردة هيكون اخر يوم ليه وبدأ الكتال بين الاتنين وفي البداية المعلم كان مسيطر على الكتال وقدر يتمكن من جوكي وضربه اكتر من ضربة قوية جدا وكمان استخدم اسلوب الهادو في مواجهته بس في النهاية جوكي كان قدر يطور الاسلوب الخاص به واتفادى ضربة المعلم وقدر يتمكن منه وخلص عليه بضربته القضية في نفس الوقت جوكي انصح من النوم مفزوع وعرف ان الكتال بدأ بين المعلم وجوكي فانطلق باقصى سرعته علشان يلحق المعلم بس الوقت كان فات وجوكي كان خلص على المعلم واخد العقد بتاعه واتحرك من المكان وساعتها جوكي هاجم عليه بس جوكي عرفه انه لسه مش مستعد علشان يواجهه وسابه وماشى وتاني يوم جوكي وسياكة دفن المعلم في حزن جديد بتسيب البيت وبتمشي وبيدخل بعد كده جوكي في حالة حزن جديدة لحد ما تكرر انه يسيب المدرسة وينطلق في طريقه علشان ينسى اللي حصل بنرجع لوقتنا ده مرة تانية والمعلم بياخد ريو ويكن في مكان جديد علشان يكملوا تدريباتهم ويقدروا يوصلوا لأقصى قوتهم وبعد سنة كاملة من التدريبات المتواصلة عرفهم المدرب انهم انه تدريباتهم وحياهم علشان قدر يوصلوا للمرحلة دي من التدريبات بس عرفهم ان المحارب الحقيقي مش بيوصل للقب ده غير لما يشوف النصر والهزيمة ويعيشهم في الحقيقة علشان كده امرهم انهم ينطلقوا ويتدربوا في الغابة لمدة 3 ايام وبعدها يرجعوا مرة تانية علشان القتال النهائي والفوز فيه يقام بالنصر او الاستسلام وكمان امرهم انهم يستخدموا اي اسلوب في القتال علشان يفوزوا في التحدي وبدأوا الاتنين ينطلقوا في الغابة وكل واحد منهم كان بيحاول يتمرن بكل قوته علشان يفوز في القتال وريو كان بيتمرن عند الشلال على استخدام ضربة الهادو لحد ما اتقانها بشكل كبير حتى كين لما الصياد التريع عليه وقاله ان ريو هيفوز عليه بسهولة اتمكن انه يضربوا بضربة الهادو من مسافة قريبة علشان يخليه يسكت ولما انهوا تدريباتهم رجعوا مرة تانية للمعلم علشان يبدأوا القتال بس في البداية المعلم امر ريو انه يقاتل بكل قوته وينس انه بيقاتل صديقه علشان ما يتهزمش بسهولة اما كين طلب منه انه يهجم باستمرار علشان يتمكن منه ويفوز عليه وانطلقوا الاتنين عند النهر علشان يتدقوا القتال وبدأ بينهم قتال قوي جدا وكل واحد منهم كان بيستخدم اقوى ما عنده علشان يهزم التاني في البداية ريو تمكن من كين وقدر يوجه له اكتر من ضربة قوية جدا وكمان هجم عليه بضربة الهادو بس كين قدر يتصدها ورطله الهجوم بهجوم مضاد وقدر يضربه ضربة قوية على دماغه وافقادته الوعي وهنا كين فكر انه انتصر في القتال وقاعد ياخد نفسه بس ليه فاق مرة تانية بس المشكلة انه كان باين عليه الطاقة الهادو المظلمة زي اللي جوكي اخو المعلم بيستخدمها واستمر في الهجوم على كين بس بيتعب مرة واحدة وساعتها كين بيدربه بالهادو بس مش بيتأثر بيها وبيستعد علشان يهجم عليه ويضربه بضربته المميتة المظلمة بس الحسن الحظ كين قدر يروح له بسرعة جدا وضربه ضربة نارية قوية افقادته الوعي وناده بسرعة على المعلم بتاعه واخده ريه وروحه للمدرسة مرة تانية وقدر المعلم انه يعالجه وينقص حياته وهنا المعلم سأل كين عن اللي حصل لانه حسب قوة الهادو الاسود في المكان بس كين عرفه انه ما استخدمش الاسلوب ده من ساعة موعده اخر مرة بس المعلم ما كانش مصدقه لحد ما ريو تكلم معاه وعرفه انه هو اللي حسب الهادو المظلم مش كين ساعتها المعلم كان اهلان جدا لان جوكي ممكن يعرف ان ده تحدي من ريو واكيد هيدور عليه لحد ما يقتله وتاني يوم ولما المعلم اتطمن على ريو كين عرفه منهم خلاص ووصلوا لنهاية التدريبات وجي الوقت علشان ينطلقوا ويسيبوا المعلم في البداية كانوا معترضين وكانوا عاوزين يكملوا معاه علشان كانوا بيحبوه جدا بس المعلم رفض واثر انهم يسيبوا المدرسة ويمشوا وتاني يوم المعلم اعطالهم مكفوزات جديدة وتدرب معاهم لاخر مرة علشان يتأكد انهم يتعلموا كل حاجة منه ولما اطمن عليهم وعرف ان مستواهم بقى عالي جدا امرهم يحضروا شناتهم وينطلقوا في حياتهم الجديدة بس قبل ما يمشوا طلبوا من الخادم انه يصورهم مع المعلم بتاعهم وبعدها المعلم ودع كين على انفراد وطلب منه يبلغ سلامه لابوه لانه اعز اصدقائه وبعد كده اتكلم معاريه وعرفه انه علمه كل حاجة وحبه زي ابنه بالزبط وطلب منه ياخد باله من نفسه واداله الحزام الخاص به وبيودعوا بعض وهم الاتنين في حزن جديد جدا وبعد كده بيركبوا العربية وبينطلقوا في رحلتهم الجديدة اما المعلم كان حزين عليهم جدا لانه هيفتقدهم بشدة وتاني يوم ابتدى المعلم يكتب كل حاجة يعرفها عن اسلوبه الكتالي لانه هيواجه اخوه وممكن يموت في الكتال ولما انتهى شكر المساعد على خدمته ليه وعلى خدمته للمعلم بتاعه وسلمه الكتب اللي كتبها وطلب منه يسلمها الريو كين مهما حصر وبيستعد جوكين علشان يواجه اخوه في الكتال وينتقم لموت معلمه وهنا بيظهر جوكي فجأة والمعلم جوكين بيلومه على كل الحاجات الغلط اللي عملها وعلى موت المعلم بتاعهم بس جوكي عرفه انه ضحب حاجات كتير جدا علشان يوصل للي وصله ده وموت المعلم مصير اي واحد متعلم اسلوب الهادو انه يموت في الكتال ساعة جوكين قاله انه هو صحيح اقسم انه مش هستخدم الاسلوب ده ابدا بس جي الوقت انه يكسر القسم بتاعه ويواجه اخوه علشان يدافع عن نفسه وبيستعد هما الاتنين للكتال وبيخلص الفيلم على كده النهاية جات فجأة بس دي نهاية الجزء الاول من فيلم النهاردة ولو اعجبكم الفيلم وعايزين الجزء التاني اكتبونا في الكومنتات وما تنسوش اللايك والكومنت وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد شوفكم الفيلم الجاي سلام بيبدأ فيلم النهاردة مع مجموعة من المقاتلين وهما بيتسلقوا جبل سري تابع مجموعة من المتمردين بس في مجموعة بتحس بيهم بس المقاتلين دول كانوا سريعين جدا وقدروا خلصوا عليهم في هدوء وكملوا طريقهم وبنعرف ان الجنود دول كانوا جنود الحرس الملكي ووصلوا للمكان علشان ينقذوا الامير بتاعهم من المتمردين اللي خطفينه وكانوا تحت قيادة الجنرال ساو اللي قدر بمهارته العالية انه يحرر الامير وبدأ هو وجنوده الهجوم على جماعة المتمردين دول وقامت معركة قوية جدا بين الفريقين بس الجنرال ساو كان امر باقي الجنود انهم ياخدوا الامير ويهربوا بسرعة من المكان وهو يحاول يتصدى للجنود دول بس المشكلة بيوصل زعيم المتمردين اللي كان مقاتل قوي جدا ودرت بينه وبين ساو معركة قوية جدا استمرت لوقت طويل بس في النهاية قدر ساو انه يتمكن منه ودربوا ضربة قوية جدا وقعته من الجبل واول ما الامير راجع للمعسكر بتاعه كان متعصب جدا وفضل يزع ليوان مساعد ساو لانهم سابولوا واحده في الجبل وهربوا وامروا انه ياخد مجموعة من الكوات ويرجعوا يدوروا عليه بس بعد شوية بيوصل ساو هو والجنرال ماو وهو مصاب ساعتها الامير حس بسعادة كبيرة لان ساو لسه عايش وشكره كتير لانه انقذ حياته علشان كده قرر ان يتكلم الامبراطور عنه ويعينه حاكم لمدينة هوبي بس ساو عرفه انه هو ما عملش غير الواجب وقال له ان اخوه يوان افضل منه وهو اللي يستحق بحكم المدينة بس الامير قال له ان يوان اخوه بالتبني اه بس شخص متهور وانت انسب واحد لحكم المدينة ويوان كان واقف وسامع الكلام ده وبيتدايق وبيمشي بعدها بيحتفل الجنود بانتصارهم في المعركة والقائد ساو عطى السيف بتاعه الماء وهدية بسبب شجعته وبعدها بيروح يقعد مع يوان اللي كان قاعد حزين لوحده على البحر فساو قال له انه هيكلم الامير انه يخليه هو حاكم المدينة لانه هيرجع لبلده مرة تانية وهيتفرغ علشان يتعلم اسلوب الووشه الكتالي ونفسه يكون اسرة سعيدة ويعيش في سلام رغم ان يوان كان حاسس بالحزن بسبب معاملة الامير ليه بس في النهاية تقبل الامر واتمنى التوفيق في رحلته وتاني يوم اول ما الجنود صاحوا من النوم اكتشفوا ان ساو ساب المعسكر واخدوا الحصام بتاعه ومشى وبعد سنين كتير ساو اتجوز وخلف طفل وكان متفرغ لتدريبات الووشه اللي كان بيتدرب عليها باستمرار وقدر انه يكون اسرة سعيدة زي ما كان بيحلم زمان وبيوصل ابوه وبيرحب بحفيده اللي كان بيحبه جدا وبعدها بيعرف ساو انه اخوه يوان هيجي يزورهم قريب وهنا فرح ساو جدا وطلب من مراته انها تحضر افضل النبيز علشان لما اخوه يوصل بس ابو تكلم معاه وقال له ان يوان دلوقتي حاكم كبير واكيد زيارته ليها مغزة تاني وطلب منه يكون حذر جدا اول ما يوصل وبنعرف من كلامهم ان ابو ساو هو اللي قتل ابو يوان زمان وبعد كده تكفل بتربيته هو واخته اللي هي مرات ساو وكان خايف ان يجي اليوم ويوان يرجع ينتقم لموت ابوه منه وبعد فترة بيوصل جيش ضخم للمدينة وبنعرف ان الجيش ده تبع الحاكم يوان اخه ساو وفي نفس الوقت كان ساو بيحتفل بافتتاح مدرسته لتعليم الكونجو فوه وبيوصل يوان لبيت اخوه وبتستقبله اخته وبترحب بيه وبعدها بيدخل يسلم على ابوه اللي رباه وبيهنيه علشان كان اليوم ده عيد ميلاده فبياخده وبيدخله ويتكلمه مع بعض وبيعرفوا انه قتل ابوه زمان لانه كان يستحق الاكل ولو كان راجع علشان ينتقم فينتقم منه هو وما يعملش حاجة لساو ابنه ساعتها يوان هاجم عليه فجأة وقال له انت قتلت ابويا وابنك سرى اختي الوحيدة وام خلص عليه وبيطلع بعد كده وهو شاير راسه وبياخد فنج ابن اخته وبيمشي في نفس الوقت واحد من مساعدين ساو بيروحوا بيبلغوا ان يوان قتل ابوه فبينطلق بسرعة للبيت واول ما بيوصل بيتفاجئ لما بيلاقي كل الحراس مقتلين فبيجري بسرعة علشان يشوف ابوه بس ساعتها واحدة من مساعدين يوان بدأت تهجم عليه بس بسبب سرعته الكبيرة قادر يتصدل كل الاسلحة اللي حدفتها عليه وبدأ يهجم عليها وهنا ظهر واحد تاني وبدأوا الاتنين يهجموا على ساو وبنعرف ان دول اسمهم التوقم الحديدي ومن اقوى المقاتلين في جيش يوان بس ساو كان محترف في الفنون القتالية وقدر يصد هجمهم بمهارة عالية ولما ما قادروش يعملوله حاجة اخدوا الاحصنة بتاعتهم وانطلقوا بسرعة رهيبة هربوا منه وفي نفس الوقت كان يوان مع جنوده وبيقدم العزل ابوه اللي رجع له حقه اخيرا بعد 18 سنة بس بيوصل التوقم ليوان وبيبلغوا النساء وراهم اللي اول ما بيوصل بيبدأ يهجم على كل الجنود اللي في طريقه علشان يوصل ليوان وينتقم منه بس ساعتها يوان امر جنوده انها توقف القتال فساو قاله ان ابوه كان بيعاملوا زي ابنه بالزبط طول السنين اللي فاتت بس يوان عرفه انه بيكره ابوه بيكره عيلته كلها من زمان جدا وبدأ قول اتنين يهجموا على بعض بقوة كبيرة وبنعرف ان يوان اتضرب طول السنين اللي فاتت وبقى مقاتل قوي جدا والمعركة بينهم كانت قوية بس الغريبة ان يوان ما كانش بتأثر بضربات السيف نهائي وهنا بيكشف يوان عن جسمه وبنعرف انه سيح على كل جسمه درق من الزهب الداكن بس ساو ما همهوش وكمل الهجوم عليه وقامت بينهم معركة مرة تانية وبعد شوية يوان استخدم اسلوب قتال سري اسمه القبضات الخامسة السمة وبنعرف انه اتضرب عليه طول السنين اللي فاتت لحد ما اتقنه بشدة وقدر كمان انه يتمكن من ساو ووجه له اكتر من ضربة قوية جدا لحد ما كان خلاص هانهي حياته بس بيتدخل فنج ابن ساو على اخر لحظة وبيترجى خاله انه مقتلش ابوه وهنا وقف يوان القتال وطمن فنج انه مش هيقتله بس بعديها شاله ورماه في النهر من غير اي رحمة ولما مراته شافت كده نطت وراه علشان تحاول تنقزه وهنا تعصب يوان بشدة وامر جنوده انها تنزل تلحقها بسرعة بس الجنود خافت فقام قتالهم كلهم وكان مددايق عليها جدا لانها اخته الوحيدة وبعد شوية بنعرف ان ساو ومراته لسه عايشين بس ساو كان فاقد الوعي ومراته قادرت تنقزه وتعلقت في خشب الحدم واصلت لشط النهر وعملت نقالة من الخشب واخدت ساو وانطلقت في طريقها وبعد شوية واسناء ما كانت طالع الجبل ابتدت تفقد قوتها من شدة التعب وساو فلت من ايديها وكانها يقع من على الجبل بس بتوصل واحدة اسمها ياو وبتنقز ساو على اخر لحظة واخدت ساو ومراته للبيت بتاعها اللي فوق الجبل وبنعرف ان ياو طبيبة اعجاب وقدرت تنقز حياة ساو وعالجته من الاصابات اللي كانت عنده وكمان خرجت جزء كبير من السم اللي كان في جسمه وبنعرف ان ياو الوحيدة اللي عايشة في الجبل ومش بتعمل حاجة في حياتها غير انها تبيع النبيس في السوق وتدي فلوسه للفقرة وطول الوقت بتعمل ابحاث عن الالاج بالاعشاب وبعدها اخدت عينة من دم ساو المسمم علشان تعمل عليها بحث وطمنته انه هيبقى كويس لانه شخص قوي وجسمه قادر على طرد السم ساو شكرها على اللي عملته معاه بس اتفاجئ انه ايده اليمين مكسورة وهنا ساو بيزعل جدا على اللي حصر له ولما بيجي الليل وساو مراته بيتعاشه مع بعض ما كانش عارف يشيل الطبق بايده وهنا نهار ساو لانه ما قدرش يدافع عن ابنه واصبح شخص عاجز مش قادر حتى يشيل الطبق الصغير ورغم ان مراته حاول التهديه الا انه فقد الامل ودخل في حالة حزن جديدة ومرت السنين وكانت مرات ساو بتشتغل طول الوقت علشان تقدر توفر الفلوس وساو كان كل مادة وكل ما حالته تسوق اكتر من الاول اما فنج ابن ساو اتربع لقيد خاله يوان الندل لحد ما اصبح شاب كبير وكان مفتقد امه بشدة لحد ما في مرة ساو صحي من النوم وادرك ان اللي هو فيه ده مش هينفعه بحاجة فقرر انه يرجع يتمرن زي الاول علشان يستعيد قوته ويقدر يرجع ابنه من ايد يوان الندل وبالفعل ابتدى ساو يتدرب بشدة علشان يقوي قبضته اللي كانت ضعفت عن زمان وابتدى مستوى يعلى تدرجيا لحد ما ايده اصبحت قوية جدا وفي يوم من الايام وهو بيتمرن كالعادة اتفاجئ بشخص شايل واحد تاني وبيجري فوق الزرع بطريقة غريبة جدا وهنا ساو انطلق وراهم باقصى سرعته علشان يشوف ايه الناس اللي غريبة دي وبعد شوية لقى نفسه في مكان غريب جدا واللي اتنين دول مستنينه وهنا بيعرفوه بنفسهم والكاهن بيقوله ان الاول كان مستخبي بسبب اصابته اللي في ايده ودلوقتي ايده تعالجت بس لسه فوقت السكة في نفسك بس ساو عرفه انه راجع قوي وطلب منه يبقى تابع ليه ويمرنه على اسليب الكتال بس الكاهنة عرفه ان الاول لازم يتغلب على سيد الوشو علشان يبقى تابع ليه وهنا سيد الوشو نزل يهجم على ساو بس مسكه طحنه من كترة ضرب وساو ما قدرش يهزمه بسبب سرعة المعلم الكبيرة جدا وفي النهاية راجع لزوجته مرة تانية وكرر انه ينتقم من يوان لانه الامل الوحيد علشان يرجع عيلته مرة تانية ومن الوقت ده ساو بدأ يروح للمعلمين باستمرار وفضل يتقاتل مع سيد الوشو علشان مستواه في القتال يبدأ يعلى ويقدر يرجع حق عيلته واستمرت القتالات بينهم لمدة كبيرة لحد ما ساو قدر يستعيد قوته ومستوى اصبح اعلى من الاول بكتير وفي يومه ساو بيتعش مع امراته والطبيبة ساعتها الطبيبة اتطمنت على دراع ساو وعرفته انها شفيت تماما حتى السم اختفى من جسمه بالكامل وشكرها ساو وماشى علشان يكمل تدريباته بس اول ما ماشى الطبيبة عرفت مراته ان ساو النبض غير منتظم وعينه محتقنة ولازم يبطل تدريباته شوية علشان ما يصابش بالجنون ساعتها مراته عرفتها انه كل يوم بيروح يتمرن مع الحاكيم العجوز وسايد الوشو وبيرجع مصاب كل يوم بس الطبيبة قالت لها ان مفيش اي حد عايش في الجبل غيرهم فعرفتها ان دول اشخاص وهميين ساو اختراحهم علشان يقدر يتمرن بطريقته الخاصة بنرجع ليوان اللي كان بيغرز ايده في العقارب والتعابين علشان يتغزى على سمهم وضربته تصبح نميتة اكتر من الاول واسناء تدريبه فنج بيتسلل القوضة الخاصة به وشافه هو بيقتل واحد وكمان كان فيه تعبان ضخم كان هيقتله بس يوان جاله وزعقله بشدة علشان امره كتير انه ميدخلش عليه القوضة بتاعته وهنا فنج خاف جدا منه بس يوان طمنه وقال له انه هو الشخص الوحيد اللي بقي من عيلته ومش هيسيب اي حاجة تأذيه ابدا بنرجع لساو اللي كان بيقاتل مع سايد الوشو كالعادة بس مراته افتكرت كلام الطبيبة انه مفيش حد غيرهم في الجبل فراحت تشوف جوزها وهنا اكتشفت انه بيقاتل نفسه ومفيش اي حد معاه فرجعت للبيت بسرعة وبعد شوية لما ساو رجع ابتدى يحكي لها انه خلاص مقرب يهزم سايد الوشو بس امراته سكتته وقالت له ان سايد الوشو ده مجرد وهم لو مفيش حد جيرهم في الجبل بس ساو ما اقتنعش بكلامها وطلب منها انها تصق فيه وما تقلقش عليه وتاني يوم بيروح ساو يتمرم مع سايد الوشو كالعادة بس المرة دي كان ساو بيقاتل بكل مهارة واسلوبه اصبح اقوى من الاول بكتير وكمان قدر يصد كل هجمات المعلم وقدر كمان انه ينتصر عليه وهنا سايد الوشو وقف القتال وقال لساو انه كده انهى التدريبات بتاعته ويقدر ينتقم من يوان وبعدها طار لبعيد جدا وساو راح للحكيم العجوز وقال له ان المراته بتقول عليهم وهم بس الحكيم قال له مش مهم المهم انك اصبح تجاهز للانتقام وهنا ساو هجم عليه بس اتفاجئ بيه وهو زي الدخان فقال له كلام مراتي صح ومش عاوز اشوفكم مرة تانية وهنا راجع لمراته هو فرحان انه انهى التدريبات بتاعته بس قاعد يدور عليها ملاقهاش وتفاجئ برسالة منها وهي بتقوله انها بقت خايفة انه يفقد عقله وما يقدروش رجعه ابنهم مرة تانية وكررت تروح ليوان علشان تنقذ ابنها بنفسها في نفس الوقت كانت وصلت ليوان الاصر بتاعه وشافت ابنها اخيرا بعد سنين كتير هنا وصل يوان واتفاجئ لما شافها وكان سعيد جدا انها لسه عايشة وخلاص هيكونوا اسره ويعيشوا مع بعض على طول بس يانجا قالت له انه حقق انتقامه من جزء خلاص وطلبت منه انه يسيبها هيا وابنها في حالهم بس يوان رفض وكرر انهم يعيشوا مع بعض للابد بس الحسن الحظ ساو وصل اخيرا وقدر يدخل الاصر بسرعة كبيرة وهجم على كل الحراس اللي موجودة وقدر يخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما وصل التوقم الحديدي اللي قتلهم قبل كده بس المرة دي ساو كان اتضرب بشكل كبير الفترة اللي فاتت وكان قادر يصد كل هجماتهم في نفس الوقت يوان امر جنوده انهم يدفنوا اخته حية في مكان سري في الغابة علشان لو جرالوا حاجة قيلتوا كلها تموت مع بعض واول ما الحراس عرفو انهم نفزوا المهمة خلص عليهم هم التلاتة علشان محدش يقرف مكانها انهائي اما ساو قادر يتمكن من التوقم الحديدي وقدر يهزمهم بكل السهولة وخلص عليهم هم الاتنين وراح ليوان علشان ينتقم منه ودارت المعركة بينهم اللي كانت قوية جدا يوان كان عاوز يخلص على ساو علشان يكون خلص على عيلته كلها وينتقم لابوه اما ساو كان عاوز يخلص عليه علشان ينتقم لابوه وعلى خطفه لابنه طول السنين اللي فاتت الحرب بينهم كانت قوية جدا وفضلوا يطرابوا بعض كتير جدا لحد ما كانوا هيقعوا في بير التعابين السمة بس الاتنين بيقدروا يقفوا على اخر لحظة قبلوا ما يقعوا وسط التعابين وبيكملوا قتالهم العنيف لحد ما بيخرجوا من البير وساعتها يوان اتكرر ان يستخدم اسلوب القبضات السمة بس ساو خفله ولف سلاسل حديد على ايده وبدأ يتصدى لهجمات يوان القوية جدا ورد الهجوم بتاعه كمان لحد ما قدر يوجه له اكتر من ضربة وقدر في النهاية انه يخلص عليه وهنا ابن ساو فضل يعيط وعرف ابوه ان يوان دفن امه حية في مكان محدش يعرفه غيره واول ما ساو سمع كده جرى بسرعة علشان يدور على مراته بس وقفوا واحد من الحراس اللي دفنوها كان لسه عايش وعرفوا انها موجودة في الغابة فراح بسرعة هو وابنه وفضلوا يدوروا عليها لحد ما في النهاية قدروا يوصلوا لمكان السندوق وحفروا بسرعة كبيرة علشان يلحقوها بس للأسف واصلوا متأخر ومراته ماتت بسبب قلة الاكسوجين تحت الارض وساو وابنه زعلوا عليها جدا وللأسف ساو وابنه دخلوا في حالة حزن جديدة واصبحوا مشردين في الشارع لدرجة انهم كانوا بيقعدوا بالأيام من غير ما ياكلوا وفي يوم هم قاعدين في الشارع صاحب صالد قتلات كان بيرمي واحد ميت في الشارع وده بعد ما مات في المباراة اللي كان فيها ساعتها تلاميزه تخنقوا معاه بس بيعدي القائد ماو اللي كان من جنود ساو زمان ولما عرف اللي حصل اتعصب جدا واتفق مع صاحب الصالة انه هيتحدى اقوى المقاتلين اللي عنده ولو كسب هيقفله الصالة نهائي وراح عطى فلوس لابن ساو وما اخدش باله منه ومشى ولما بيجي الليل ساو بيدخل حانة علشان يشرب النبيز بس لما العاملة شافته اخدت منه النبيز وكانت عاوزة تطرده بس هو مساكها هي والعمال التانيين ورميهم على ارض ساعتها واحد من الموجودين قال له لو عاوز النبيز تعالى بس لما ساو طلع له ما عرفش ياخد منه النبيز والتاني كان مقاتل محترف جدا وكان بيستخدم اسلوب السكير في القتال وساو ما قدرش يعمل معاه حاجة بس بعد شوية ساو قدر يفهم حركاته وبدأ يستخدم نفس الاسلوب بتاعه ساعتها المقاتل ده عرف انه مقاتل محترف وادقى لقزة النبيز علشان يشرب براحته في نفس الوقت صاحب المكان وصل وبيطلع هو ماو اللي بيتصدم اول ما بيشوف ساو بس ساو اتحرج منه لانه كان الجنرال بتاعه في الجيش في يوم من الايام وبعدها فضل ماو يفكره بنفسه وقاله انت عطيتني السيف بتاعك زمان ماو كان مفكره نسيه بس في الحقيقة ساو كان محرج يتكلم معاه بسبب الحالة اللي وصل لها دلوقتي ساعتها ماو عرفه ان الاجانب بيقتله المقاتلين الصينيين من اجل التسلية وهو داخل قتال معاهم بكرة ومش عارف هيعيش ولا هيموت بس ساعتها ساو نده عليه وطلب منه يعطني بابنه لانه معاه مش هيبقى ليه مستقبل بس فنج فضل يعيط وطلب من ابوه ان يستنى معاه ساعتها زعقله جامد وامره ان يمشي مع ماو بس بعد شوية فنج رفض يتكمل مع ماو وكرر انه يرجع لابوه مرة تانية ويحصل اللي يحصل ولما ساو صاحة من النوم ولقى ابنه جنبه غطى من البرد وبعد نفسه ان مش هيسيبه تاني ابدا وتاني يوم وماو رايح لحلبة القتال علشان الماتش مع الاجانب ساو ابنه كان مستنينه علشان يشجعوه وكمان ساو عطاله السيف بتاعه مرة تانية وتمناله التوفيق في المباراة ولما دخلوا للكتال ماو اتفاجئ بمقاتل اجنابي ضخم جدا المفروض يقتله وابتدت المباراة بس طبعا ماو ماقدرش يعمل حاجة مع التلاجة الكبيرة دي والتاني مسك ويمين وشمال ورايح وجاي لحد ما كان هيقتله بس هنا ابن الساو اتدخل ومنع المصارع بس المصارع مسكه وكان عاوز اضربه هو كمان وهنا ساو اخد باله وانطلق بسرعة البرق وضرب المصارع دا لكما قوية جدا نزل على الارض ميت ساعته مدير الحلبة الانجليزي الدايق جدا وطلع لساو اتنين من اقوى المصارعين اللي عنده بس ساو كان مستوى عالي جدا في القتال وقدر يهاجمهم بكل قوة ورغم انه هم اكتر منه واضخم منه بكتير الا انه حط عليهم جامد جدا وتمكن منهم هم الاتنين ساعته مدير الحلبة خرج له اتنين مصارعين تانين واده واحد من اللي مضربين حقنا مخدرة علشان ما يحسش بالقلب وكده بقوا انتلاتة ضد واحد بس اللي ما يعرفوش ان معلم فنون قتالية مش سهل ابدا وكان بيهجم عليهم باسلوبه السري لعد ما تمكن منهم هم التلاتة وقدر يحط عليهم جامد جدا ومحدش منهم كان قادر عليه بس المصارع اللي اتحقن دا كان لسه بيقوم وقدر يضرب ساو اكتر من ضربه وفي النهاية المصارع دا رفعه وكان يخلص عليه نهائي بس ساو لحق نفسه وضربه اكتر من ضربه على راسه واللي اتنين واقعوا على الارض وهم خلصانين ساعتها ابنه فنج اتدخل وحاولي فوقه كتير بس ساو كان خلاص فقط كل قوته بسبب الكتالات القوية اللي قام بيها وكان قانون الحلبة ان اخر واحد يفضل في المباراة عايش هو اللي يفوز ساو ساعتها تقاوم بكل قوته وقام مرة تانية علشان يرفع راس الصينيين وفاس في المباراة وكل الناس شجعته لان ردوا كرامتهم مرة تانية وبعد كده استمر سوف في التدريبات وابنه في الدراسة واصبح شخص قوي كل همه هو التدريب وبس وبيخلص الفيلم على كده يارب يكون الملخص عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد ولو وصلت لنهاية الملخص كالعادة اكتب لنا في الكومنتات في البيكو يا رايق شوفكم الفيلم الجاي سلام